النسخة الأولى منها كاثون القدس 2024 للمقاولات النشئة في مجال الصحة الرقمية تنطرق بالرباط في إطار الاستراتيجية الرقمية لوكالة بيت مال القدس الشريف 2024-2027 اليوم نعزز هذا الدعم من خلال الاستراتيجية الرقمية للوكالة 2024-2027 وحضنة مشاريع المقاولات النشئة التي تستفاد منها إلى الآن 15 مقاولة نشئة ثم هاكاثون القدس للصحة الرقمية التي أطلقناه اليوم لتعبئة الأفكار ومشاريع تهم دعم المنظومة الصحية في القدس الهاكاثون أطلقته وكالة بيت مال القدس الشريف بتعاون مع عدد من الشركاء المؤسسة بالمغرب يرم تجميع أكبر عدد من الأفكار المبتكرة التي من شأنها أن تساعد على تطوير وتحسين أداء المنظومة الصحية في القدس لا سيما في ظروف الطارئ والمستعجلات الهدف من وجود جونوفيت في هذا البرنامج والحدث المهم جدا جدا نحن موجودين هنا من ثلاث أيام بكازابلانكو بالرباط ممثلين عن مشروع جونوفيت لإحتضان الشركات الناشئة بعالم الصحة وعالم الهيلف الهدف من وجودنا اليوم بالرباط لتوقيع الاتفاقية مهمة مع مشروع بيت مال القدس الشريف لعمل هاكاثون لجميع الشركات والمقاولات الناشئة بعالم الهيلف حتى يتم احتضانها من قبل بيت المال برعاية بيت المال وحكومة المغربية للمشاريع بالقدس الشريف تحديدا حفل إطلاق الهاكاثون جرى خلاله توقيع اتفاقية شركة بين وكالة بيت مال القدس الشريف والشركات جينوفيت القدس تهدف إلى تحديد شروط شركة بينهما من أجل مواكبة الوكالة في تنظيم الهاكاثون المخصص لدعم ومواكبة المقاولات الناشئة في مجال الصحة الرقمية ترجمة نانسي قنقر